بسم الله اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من نومبر ون منتخب مصر النهاردة كان بلعب منتخب نيجيريا وتغلب بهدف دون مقابل وتحس انه الماتش عارف لما تيجي تلعب فرقة فرقة تلعب فرقة في دورة رمضانية فيقول له نعلى لعبك وسيبلك جون واحنا كنا بدقين الماتش كده تحس ان احنا بدقينه كده يعني نجا بدين اول درجة ان احنا بدقين الماتش ماغلوبين جون عادي ما فيش مشكلة اسرع هدف ممكن تشوفه في حياتك في ماتش ودي والاسرع اكيد في اي لقاءات ما بين مصر وما بين الكاميرون سبع ثواني بالزبط سلام عليكم عليكم السلام اتفضل اهلا وسهلا جون حاجة كده عاب بقولك ايه بقولك شغل الفنادي حاجة استيك يعني طيب خلينا نتكلم الكلام الجد كلام الجد انه من اول الهدف الاولاني الواحد قلبه تخلع قالك بس انا انا عن نفسي قلت بقى احنا النهاردة هنعد فالحمد الله ان احنا ما عدناش طيب واحدة واحدة كده وخلونا نتكلم في النقد الفني والرؤية الفنية للقاء ده طبعا النهاردة الجزء التاني كابتر رضا عبدالعالم موجود معنا ان شاء الله بازن الله فانا عارف وهيعمل ايه يعني انا عارف بس ما علينا خلينا اقول اللي انا عايز اقوله قبل ما هو ما يجي عشان هو هيقول كل اللي انا مش عايز اقوله هو هيبقى عايز يقوله الماتش ده مش معبر عن اي حاجة الماتش ده مش معبر عن اي حاجة احنا الماتشين اللي احنا لعبناهم واحد قدام النيجر والتاني قدام نيجيريا بالصالح عالنبي كده بالصالح عالنبي ما لهمش اي افادة وما لهمش اي ضرر يعني انت الماتشين دول شيلهم كده بص شيل الماتشين دول وامكملة كده الدنيا فشف مفيش اللهم مزيد من القلق ومزيد من الارتياب فيما تعلق بالرؤية الفنية لمنتخبنا الوطني لان احنا داخلين على بطولة الامم الافريقية فالفايدة اللي احنا كنا منتظرينها هي فايدة لها علاقة باللعيبة اللي ممكن تبقى موجودة مع المنتخب والعناصر اللي بيشوفها الراجل رؤية الراجل تحتارة يشوف اللي هو عايز يشوفه مفيش مشكلة بس مين بقى ظهر هتلاقي اللي ظهر هو اللي كان ظهر يعني واحد زيت ريزيجية مثلا اه فيه مكسب كويس حقيقة برضه عشان منساش احمد الشناء وظهوره بمستوى كويس في موتش اه النيجر حاجات طفيفة جدا جدا هي اللي انت تقدر تقول انه فيه استفادة في مقابل حالة قلق كبيرة بقت في الشرق الكروي والشرق المصري الرياضي بينه غير الرياضي لانه انتخب بصر النهاردة مقدمش مردود خالص عجبا احنا الجن بتاعنا يجيريا ده انا لو من فرودة منتخب مصر تبوس واخده في الحضن لو كل كرة انا بروح له واحدة كل شوط الشوط التاني اداء نسب يتحسن شوية انما في الاخر الاداء الكل لمنتخب مصر مش حلو ومش حلو له اسبابه ومش حلو لانه طبعا فيها ناصر كتير جدا جدا لسه اول مرة تلعب منتخب مصر فطبيعي طبيعي انه ما انت بتقوليش ان الاسماء دي كلها تبقى موجودة مع المنتخب فالمنتخب النهاردة حقيقي يلعب لاعب نيجيريا ويقوم وكيلها لا طبيعي ان احنا نتغلب والحمد لله ان احنا النهاردة ما تعبناش كام جون حلو يعني جون واحد لكننا ما جاش فينا يعني جي قبل الماتش مش مش كاي سبعة 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 سواني معدية لانه جون بعد سبعة سواني انت تلعب نيجيريا في نيجيريا فكويس انها ما عديها على كده اللي عايز اقوله الماتش ده ما يقلقش الناس وما يخوفش الناس لانه مش ده القوامل اللي احنا بنلعب بيه خالص ومش ده المجموعة الاساسية اللي احنا بنعتمد عليها الاداء مخيب اه فعلا للامال المجموعة اللي موجودة كان نفسها كتلع منها اكتر من كده اه كان نفسها كتلع منها اكتر من كده احنا الفايدة كان ممكن تبقى اعظم من كده بكتير بالنسبة لمنتخب مصر كان ممكن الفايدة تبقى اعظم من كده بكتير لكن هل الاداء وهي ده هو ده مربط الفرس هل الاداء ده انت مقتنع بنسبة 100% انه هو ده الاداء الفاني اللي هيزعر عليه منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية بالعناصر دي اكيد لا لانه مش هو ده شكل المنتخب ولا ده شكل عناصره الاساسية اللي موجودة مع كامل تقديرنا واحترامنا واحساسنا بانهم لعبين مصريين بذلوا اقصى ما لديهم من موجوده لكن مش هو ده الكواليتي اللي انت في النهاية الكواليتي الانسجام ولا الكواليتي بتاع اللعيبة اللي انت حتطلع منه النتيجة النهائية المنتخب مصر قوي يقدر ينفس بطولة الامم الافريقية بل وياخده فخليني نبقى منطقيين كده مش ده منتخب مصر اقول لك ايه يالك تزعل امتى تزعل لو المنتخب ده بيلعب بكامل نجومه بكامل اسماءه وفي محمد صلاح بيلعب ناحية اليمين وفي رأس الحربة بتاعنا الاساسي سواء مروان محسن او كوكا تقلق لما تلاقي ان محمد صلاح موجود في الملعب وتريزيجي موجود في الملعب وعبدالله سعيد موجود في الملعب القوام الاساسي وبغض نظر عن اختيارات الرجل انا بقول لعناصر الاساسية اللي موجودة طريق حمد موجود وانني موجود وموجود حجازي وسعد سمير وموجود ناحية اليمين احمد فتحي موجود ناحية الشمال عبدالشافي مثلا او حد ما كان عبدالشافي على حسب ما يبقى موجود في الحالة دي يقول لك اقلق يا سيدي ده القوان بتاع منتخب مصر فده القوان منتخب مصر ما يبقاش ماشي بشكل كويس ويحصل عطلة في التوقيت ده وقول لك ماشي اقلق لكن ده مش منتخب مصر اكيد فيه عناصر كتير جدا احنا مدخلنا الاول مرة عناصر الاول مرة بتاخد فرصتها في حاجة من الاتنين ودي دايما اراء ووجهات نظر يا اما ما ديش الفرص دي خالص ما منحاش في التوقيت ده عشان ما تعرضش لنقد او اشوف الفرقة بمستوى اقل من مستوها فقيمة تقييم غير صحيح او اني كنت من البداية اه يعني عارف كويس ان انا هتحمل ده واظن ان هو اجري بيفكر كده انا عارف يا جماعة انا عايز ايه انا العنصر اللي عايزها عايزها وعارفها والاساسي بتاعها والاساسي انا عارفه بس كل ما في الموضوع هو عايز ينور اتنين تلاتة من اللعيبة يشوف اماكن تبقى مختلفة بس في النهاية الراجل حيطلع من القصة دي كلها بنفس المجموعة وبنفس الاسماء وفتكره اه قليل قوي اللعيبة اللي نورت وانت تقدر تعتمل عليها بشكل اساسي في منتخب مصر شوف بقى يا سيدي شوف نتاج ماتش النهار ده بقى ايه سيبك انه مثلا بعد سبع ثواني اللجون ده اول فوز لنيجيريا على مصر من 29 سنة تخيل اخر مرة نيجيريا فازت فيها على مصر كان من سات 1990 انت متخيل طيب مش كده وبس اه لا استنوا انا افتكرت حاجة يا دي اللقطة بتاعت النشيد الوطني ارجع 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 بس الصورة اللي فاتت دي اتا بس الصلاح النشيد الوطني طبعا انا شفت النهار ده لقطة الجبارة نشيد الوطني منتخب مصر لأول مرة النشيد بيتغنى كامل كان فيه صوت بيغني النشيد الوطني كامل فاحنا اخدين على بلادي بلادي اخرنا لك يا حبي وفقادي فالنشيد راح مكمل عمرو ورد وقع في الارض مش عارف بقيت النشيد ايه بقيت لعبة انتخب مصر اللي قاله بسايلنت مش هتبعا نقول ايه يا جماعة يا بلادي عيشي حرة فوق ضهر مش عارف كذا كذا غرة لا كله غرق في وحتى كمان هالفكرة ليه علاقة بانه مدى استعداد اللعيبة ومعرفتهم بالنشيد الوطني طول عمر النشيد الوطني لمصر بيقف عند لك حبي وفقادي بلادي بلادي لك حبي وفقادي كذا 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 لما كمل النشيد لحد الاخر اللي غرق واللي ماكملش واللي بقى حرك بقه وقفله وبقى اتحاجة ما اعلن بها الله ربنا مهم دي بس كالجزجية كنت عايزة اعدى عليها كده اتماعا في موضوع النشيد الوطني لما نيجي نرجع بقى للمباراة بالعوامل اللي كان موجودة فيها سواء الاداء سواء الحر الشديد ودرجة الحرارة سواء اللعيبة الكتير اللي يعني الاول مرة بتشترك مع منتخب مصر كل الحاجات دي كلها حطها في العوامل اللي احنا بنتكلم فيها بص بقى ده اول فوز لنيجيريا على مصر من سبع مباراة فازت مصر في تلاتة وتعادل المنتخب في تلاتة دي اول هزيمة لمنتخب مصر تحت قادة اجري ماشي اه ونياتشو اللي هو اسجل فينا بعد سبع ثواني سجل هدفه الاول لمنتخب نيجيريا في اول مشاركة اساسية له دي مباراته التانية دولية ده بالنسبة ليه يعني نتائج اللقاء ده طيب على صعيد مهم جدا جدا وبرضو تبعات اللقاء ده ومرضودها ايه على مطش القمة مرضودها على مطش القمة قد يكون غير مبشر بالنسبة ليه كلا الناديين ليه بقى تعال الروح للنادي الاهلي النهاردة عمر السلائة ما كانش موجود في القيمة كلام اللي بقولك معلومة عمر السلائة ما كانش موجود في القيمة النهاردة صحيح؟ وتقال ان هما بيرايحوا عمر السلائة عنده رشح في الرجبة عمر السلائة عنده رشح في الرجبة وده كان سبب استبعاده من مبارات او في مبارات نيجيريا ففكرة يلحق او مايلحقش فيها كلام كتير وان كان الاكتر الكلام اللي طالع من المنتخب لسه احتمالية النوى يبقى موجود كبيرة الاجتهادات بتاعتنا الصحفية واستفساراتنا واسئلتنا والحاجات اللي شبه كده بتقول ان عمر السلائة احتمالات لحقه للقاء القمة تتضاقل ماشي كده طيب محمود علاء اخذ واحدة في اللقاء في الحاجب خبطة في الحاجب هو جرح سطحي فالحمد لله اصابته يمكن نازف دم كتير لكن الحمد لله حالته اه مش مش يعني مش مخيفة ويقدر يكون موجود مع الزمالك في ماتش القمة يقدر يكون موجود طارق حامد بحسب كلام المنتخب هو عنده اه قالك يعني حسب اجهات فخرج وعنده شد في السمانة اللي هتأكده اذا الموضوع هيبقى شد او يعني اكتر من كده بشوية ممكن 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 يبقى فيه كلام طبي في مسألة لحقه من عدم بقى انت المعطيات اللي خرجت بيها من اللقاء ده متعلقة كمان باصابات اللاعبية هي اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي عمرو السلية رشحة في الرجبة اه بالنسبة اللي محمود علاء طبعا الخبط اللي اخدها فيه الحاجب طارق حامد شعر بيه الاجهاد وبالتالي كان طلب استبداله بس الكلام اللي جاي من هناك انه طارق جاله شد فيه السمانة على كل ان حبقى فيه كشف طبي يعرف بيه منتخب مصر ويقف على كل الامور اللي ليه علاقة بلعبتنا اه ان شاء الله بإذن الله المصابة واللي حسد بالاجهاد واللي واللي انما كل دا بيلقي بظلاله علماتش اللي حيبقى يوم تلاتين تعالوا نشوف مع حضراتكم تسعين ثانية فيها ايه في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم